شهد عدد من ولايات السلطنة اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وجريان عدد من الأودية والشعاب وسجل عدد من الولايات كميات تجاوزت مئة مليمتر بحسب محطات قياس الأمطار التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حيث سجلت ولاية الصور مئة وسبعة وخمسين مليمترا فيما سجلت ولاية قريات مئة وأربعة مليمترات وأشارت الوزارة إلى امتلاء عدد من السدود بالسلطنة جراء جريان الأودية